وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف جهود تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية وتحويل ذلك بعمل الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية آقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية واللواء بحري أركان حرب محمد فكري والعميد بحري عاد البحيري القوات البحرية والدكتور حسن أبو السعدة استشاري الأعمال البحرية والدكتور إسماعيل شاكر مجموعة شاكر الاستشارية والمهندس معتصم الغربلي مجموعة شركات الغربلي والمهندس أحمد عبدالعظيم والمهندس حسام القاضي مكتب دار الهندسة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيدة رئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الآمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وفقا لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية بما يشمل حواجز الأمواج ومحطات تداول الحويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية ذكر المتحدث الرسمي أن السيدة رئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريدي لمصر والمزايا التفضلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر